في إحدى ضواحي بيروت يدخل سائقون محطة درايف ثرو ليس لشراء وجبات سريعة بل لتسليم مخلفاتهم من البلاستيك والورق مقابل مبالغ نقدية في مشهد غير مألوف في بلد يعاني منذ سنوات أزمات على صعيد إدارة النفايات ويتلقى العمال أنواع شتى من المواد وفي المكان قائمة بالأسعار تظهر على سبيل المثال أن الكيلو الجرام الواحد من الورق المقوى يساوي ألفين ليرة لبنانية حوالي سنتين من الدولار في حين أن الكيلو الجرام الواحد من علاب الألمنيوم يساوي خمسين ألف ليرة حوالي نصف دولار وتفرز المواد القابلة لإعادة التدوير بعناية فيما يقطع البلاستيك لتنظيفه لاحقا أول مرة ما كنت تعرف أنه لازم أعمل ترياج نقي كل الإليمان وحده يعني الورق وحده والحديد وحده بس هلأ صرت عم جرب أعمل أكتر ترياج أوكي بيأخذ إفار بس أنه الهدف مش المردود المادي أكتر من هال مشاركة بالعملية أنه عم جرب نعمل شيء أحسن للكوميونتيا للبلد وغالبا ما تفيض المكبات في لبنان بالنفايات التي تحرق بشكل غير قانوني في محارق غير رسمية فيما تصب كميات كبيرة من القمامة في مياه لبنان وقد تراجعت أنشطة إعادة التدوير التي تديرها الدولة في بلد يواجه منذ نحو أربع سنوات انهيارا اقتصاديا وصفه بأنه من الأسوأ في العالم في تغيير صار بهذا الواقع في موجة كبيرة عم بتصير بلبنان بما يخص الريسايكلين وإعادة التدوير وحمد الله أنه كنا نحن من الأوائل الأشخاص اللي عم نطلقها بالبلد وعديد من جمالاء لأنه عم بيشتغلوا بهذا الشيء وإن شاء الله بعد تتشر أكتر وأكتر وأكتر لأنه عنا إيمان أنه الفرز من المصدر هو الحل في حين تكسب فئة من أفقر فقراء لبنان قوتها من خلال البحث داخل حاويات القمامة عن أي شيء يمكنهم بيعه لإعادة التدوير أو استخدامه كخردة يوضح بعقلين أن زبائن خدمته هم عموما أشخاص يتمتعون بوعي بيئي ولديهم مدخول كاف ترجمة نانسي قنقر